موسفيدين الأعزاء مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم ومرحبا بكم في حلقة عليمية جديدة من القراءة التأهيلية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي حلقتنا اليوم هي الحلقة الثالثة من درس تعارفنا تآلفنا في الحلقة السابقة استمرنا تعلماتنا في مجموعة من الأنشطة ونمينا كذلك تعلمات في الموضوع وفي هذه الحلقة بإذن الله قد يكون لدينا حصة التقويم والدعم من خلال مجموعة من الأنشطة التقويمية اللي قد يجزوها جميعا إن شاء الله باش نجاوزو التعطرات بالدعم وقبل قد نصحو الواجب المنزلي اللي كنت كلفتكم بيه في نهاية الحلقة السابقة ونشوف الإنجازة دي لكم أولا جيد شوف الإنجاز دي لكم خديجة لدينا استخرجتي الفاعل من الجمل شوفوا مع فتيحة صحيح باطنا شوف تفطارك جيد بالنسبة للمستفيدين اللي كيتابعونا عن بعد نجزو الواجب تم كذلك خليط وأمينة نعم نعم بنكس مننا أن المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعونا عن بعد يكونوا كلهم نجزو الواجب إن شاء الله وسحوهم معنا الآن إذن الواجب كان هو هذا استخرج الفاعلة من الجمل الآتية استخرج الفاعلة من الجمل الآتية إذن شوفوا الجمل الأولى هذه نطلب من خديجة تقرأها تفضلي خديجة احترام الرجل جاره احترام الرجل جاره احترام الرجل جاره نشوفه مع اسهي شن هو الفاعل في هذه الجملة نعم أستاذ الفاعل هو الراجل جيد الفاعل هو الرجل هو الذي قام بالفعل ونأخذ الكلمة ونوضعها في الخانة الخاصة بالفعل نشوفه الجملة الثانية الجملة الثانية نشوفه مع خاليد فضل قراءة وسخرجنا بالفاعل خاليد نعم أستاذ زار زارة أحمدو بلدا أجنابيا أجنابيا تبارك الله عليك زارة أحمدو بلدا أجنابيا والمطلوب ستخرجوا الفعل خالي شنو الفاعل أحمدو جيد الذي قام بالفعل هو أحمد هو الفاعل ونوضع هذه الكلمة في الخانة الخاصة بالفاعل نمر للجملة الثالثة هذه الجملة الثالثة تقرأها أن أمينة تفضلي أمينة نعم أستاذة ساند الغني الفقير جيد ساند الغني الفقير وشنو هو الفاعل هنا أمينة الغني جيد هو الذي قام بالفعل ونوضع الكلمة في الخانة الخاصة بالفعل تبارك الله عليكم الآن سنطلب من فتنا تفضلي فتنا قررنا كل جملة والفاعل فيها تفضلي نحترم الرجل جاره الفاعل هو الرجل واصلي زار أحمد بلدا أجنبيا الفاعل أستاذه هو أحمده نعم ساند الغني الفقير والفاعل أستاذه هو الغني جيد تبارك الله عليكم بعد ما صحنا الواجب إن شاء الله نبدأ في الأنشطة التعليمية التعلمية أو التقويمية الخاصة بحلقة اليوم ونبدأ بنشاط أثبت إذا انتبه معي لنشاط الأولي عندنا ضمن نشاط أثبت أصل بخط بين العبارة وما يناسبها أصل بخط بين العبارة وما يناسبها اللي مناسبة معها وجاي معها في المعنى اللي بعيدة عليها في المعنى ما كتحقناش تعرف والتألف ما غديش نسلوها بهذا العبارة إذا الآن غدي نقرأ العبارة الأولى إذا التعارف والتألف واش غدي نسلوها بعبارة التمييز العنصري نعطيكم مهل التفكير كذلك المشاهدين الكتابعونا عن بعد إذا التعارف والتألف هذه العبارة واش غدي نسلوها بالتمييز العنصري واش كي نسبها هاد المعنى دي التمييز العنصري نسو الفتيحة تفضلي فتيحة نسلوها أولا جيد لماذا؟ أن التعارف والتألف لا علاقة له بالتمييز العنصري جيد إذا نشوفوا العبارة الثانية التعارف والتألف واش غدي نسلوها بالتعاون على الخير ودفع المفاسد التعارف والتألف واش المعنى دي هاي يناسب تعاون على الخير ودفع المفاسد أو أن المعنايين متباعدين ننسو الفتنا تفضلي فتنا نعلم أستاذة كي يدل على الفعل دي الله خال جيد إذا التعارف والتألف كي نسبها المعنى دي التعاون على الخير ودفع المفاسد جيد كيف ماشهنا في الحلقات السابقة وغدي نصيلو بخط ما بين العبارتين ننتقلو العبارة الثالثة التعارف والتألف هل يناسبوه معنى تحقيق الأمن والاستقرار نشوفوا مع أمينة هاد المرة هنصيلو بخط أو لا أمينة نعم أستاذة هنصيلو بخط لماذا؟ لأن التعارف والتألف تحقق الأمن والاستقرار جيد تبارك الله عليك وغدي نصيلو بين العبارتين ونمرو الآخر العبارة بقى سمعنا في هذا التمرين أسيا تعارف والتألف وغدي نصيلو بقابول آخر والتعايش معه أو لا تقول لي أسيا؟ نعم أستاذة هنوصلو بناتهم لماذا؟ لأن أستاذة تعارف والتألف تلقوا هو منباني على قابول آخر والتعايش معه أصلا كما شفنا في الدرس والعبارتين مناسبتين وغدي نوصلو بناتهم بخط جيد تبارك الله عليكم إذن بعدما نجزنا التمرين الأول غدي ندوزوا إن شاء الله باش نشوفو تمرين آخر اللي غدي يظهر معانا على الشاشة أملأوا الفراغ بالفاعل المناسب أملأوا الفراغ بالفاعل المناسب فاطمة شنو مطلوب مننا هنا في التمرين؟ مطلوب مننا ملأوا الفراغ بالفاعل المناسب جيد ملأوا الفراغ بالفاعل المناسب عندنا ثلاثة ديال الأفعال بلون أحمر المعلم الفلاح ليلى كل فاعل سنضعه في مكان المناسب من الجملة الثالثة اللي عندنا فيها فراغات باش يكمل المعنى ديال الجملة وهذه نجزوها التمرين على الألواح لاتخذوا الألواح ديالكم إذاً يزرعوا وعندي فراغ الأرض يزرعوا شنو الفاعل لغادي يجيب ناسب الأرض كتبوا الفاعل فقط لغادي يجيب ناسب في هذه الجملة الأولى انتم كذلك مشاهدي لكاتبعونا عن بعد نجزو معنا التمرين إذاً يزرعوا ووضعوا الفاعل لغادي يناسب هالجملة الأرض تفضلوا رفعوا الألواح ديالساليسو جيد الفلاحو كلكم كتبتوا الفلاحو مزيان الفلاحو بالنسبة لأمينة بالنسبة للخاليد عندك خطأ تستسمى واحد الخاء فسط الكلمة ما عنده احتمح عندنا الفاء ألف واللم والفاء واللم ممدودة ثم الحاء صحح الكلمة ديالك إذاً خديجة شنو الفاعل المناسب عندنا هنا في الجملة الفلاحو جيدة نزلوها في مكان هامينة الجملة وتقريرنا خديجة هذه الجملة تفضلي يزرعوا الفلاحو الأرض يزرعوا الفلاحو الأرض جيد نمرو الجملة الموالية لابست وعند فراغ قفطاناً وضعوا على الألواح ديالكوب أو كتبوا على الألواح ديالكوب الفاعل المناسب في هذه الجملة الثانية يزرعوا الألواح جيد بالنسبة للأسية كتبت ليلة نفس شيء فاطنة خالد وآمينة جيد سنينة اللياء خالد تركز شيئاً في الكتابة اللياء لم ترسي لها سنينة لكي تبان لا ينبزج بالنسبة للخديجة خديجة كتبت لنا كلمات قفطاناً نطلب منكم تختاروا من الكلمات الفاعل المناسب لكي نجد فيها الفراغ كلمات قفطاناً لدينا أصلاً في الجملة نرى اللوحة ديالك فاتيحة نفس الشيء كتبت قفطاناً ما طلبت منكم؟ تكتبوا الفاعل ما هو الفاعل والذي يقوم بالفعل؟ ماذا يلبس؟ ماذا يلبس؟ ليلة ليلة الكلمة هي التي نلقى بها الفراغ لبيست ليلة قفطاناً كيف تكتبوا باقية المستفيدين؟ الفاعل المناسب ليلة هي التي قامت بالفعل ندز الجملة الثالثة يشرحوا وعندي فراغ نرفيه الفاعل المناسب الدرسة كسبوا الفاعل على الألواح ديالكم نفضلوا رفعوا الألواح إلى الثالثة جيد المعلمة نفس الشيء خديجة نفس الشيء فاتيحة قطنا جيد جيد تبارك الله عليكم إذن شنو الفاعل في هذه الجملة السية؟ نعم أستاذ المعلم المعلم هو الفاعل عندنا في هذه الجملة نزلوا الكلمة في مكانها من الجملة وهذه تقرأنا أمينة تفضلي أمينة قرأنا الجملة؟ يشرح المعلم الدرسة يشرح المعلم الدرسة جيد تبارك الله عليكم الآن من شاء الله بعد ما انتهينا من هذا النشاط وتبيت سنجدون النشاط الموالي كنت كلفتكم في الحلقة الماضية تحفظوا الآية 13 من الصورة اللي كانت عندنا الآية اللي قرأنا الآية 13 من الصورة الحجورات تحاولوا تحفظوها سنرى كون منكم اللي يحفظ هذه الآية تظهرها لنا كون منكم اللي يحفظها تفضلي أسية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقبائل غير ما تبديش هذا كلام للخبائل وقبائل لتعارفوا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أحسنتي أسية تبارك الله عليك نشوفوا واحد آخر من المستفيدين أمينة تفضلي أمينة من المستفيدين عن بوع تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير تبارك الله عليك أمينة ما شاء الله عليكم الحفظ لكم موفق وقراءتكم كذلك جميلة تبارك الله عليكم إذن كنا نصحكم أنكم تحضوا الصورة كلها لقد ديتوا صورة الحجرات لأنك تضمن مجموعة من الأخلاق اللي خصنا نتصف بها سميت بصورة الأخلاق تبارك الله عليكم الآن نمروا النشاط الموالي نشاط أركب إذن عندنا مسألة حسابية نايف النشاط هذي نقرأ المسألة وانتبه معايا بعد انتهاء رشيدة من أداء مناسك الحج اقتنت بعض الهدايا لأقاربها وكان لديها مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة درهم مشتريات رشيدة بالدرهم هذه المشتريات مملش رشيدة الأقارب ديلها كهدايا العطور بألف ومائتين وخمسين درهم سجاد بخمسمائة وخمسين درهم تومور بمية وخمسين درهم والأثواب بألفين وخمسين درهم المطلوب مننا في هذه المسألة واننا نساعد رشيدة على حساب المبلغ الإجمالي وساعد رشيدة على حساب المبلغ الإجمالي لهذه الهدايا نعاونها باش تحسب المجموع لديها 8 مشتريات اللي شرت كهدايا الأقارب وعندنا سؤال ثاني أو تعليمة ثانية كم بقي لدى رشيدة من درهم؟ وش حال غادي بقى عند رشيدة من درهم؟ بعدما تدفع 8 مشتريات إذا الآن غادي نرجعو نشوفو مع أمينة تقولينا شنو ما المشتريات اللي شرات رشيدة؟ تفضلي ذكرينا بالمشتريات اللي رشيدة أمينة؟ عطار جيد شرات العطور سجاد ثم؟ تمور ثم التمور وأثواب والأثواب جيد تبارك الله عليكم الآن غادي نحاولو نشوفو الأثمينة ديال كله حاجة من هاد المشتريات اللي شرات رشيدة ذكرنا بيون فاطنة نجحل بشرات العطور فاطنة؟ نعم يا أستاذة شرات العطور بـ 1250 درهم نعم سجاد سجاد جيد ثم؟ ثم التمور 1050 مية؟ جيد ثم؟ ثم الأثواب أثواب 2050 جيد مطلوب مننا كأول تعليمة أو كأول سؤال في هذه المسألة أننا نحسبوا المبلغ الإجمالي بشرة الهدايا نساعدوها تحسب المبلغ الإجمالي بشرة الهدايا إذا في نظركم ما هي العملية؟ من خلالها سنحسب المبلغ الإجمالي أو اللي ستساعدنا على حساب هذا المبلغ دائما مع فاطنة شو العملية اللي سنفعله؟ نعم أستاذة العملية اللي سنستعملها هي عملية الجمع تبارك الله عليك لأننا مطلوب مننا أن نحسبوا المبلغ الإجمالي وكي نجمعوا المبلغ سنستعملوا عملية الجمع تبارك الله عليك سنسوى الآن فتيحة ما هي الأعداد اللي سنجمعه أو المبالغ اللي سنجمعه؟ ذكرنا بها فتيحة سنجمعه 1150 جيد زائد 550 نعم زائد 150 نعم زائد 2050 تبارك الله عليك قدين وضعوا العملية عموديا على الألواح وقعدين نجزوها جميعا سواء المستفيدين الحاضرين معنا أو المستفيدين اللي يتابعونا عن بعد ندول مطلوب أننا نساعدوا رشيدة تحسب مجموع ثمان المشترايات وضعوا العملية عموديا وحسبوا المجموع سبقنا تدربنا على عملية الجامع في المستوى الأول الجمع بنوعيه الجمع والجمع بالاحتفاظ حاولوا توضعوا العملية بشكل صحيح باش تكون عندكم نتيجة صحيحة انتبوا الوحدات تكون في استر واحد تحت الوحدات ثم العشرات والمئات والآلاف باش ما تخطؤوش في الجامع كذلك أن أخواتنا المشاهدات وإخواننا المشاهدين اللي كيتابعونا وكيستفدوا معانا من البرنامج ينجزوا العملية على الألواح ديالهم باش يتدربوا وينميوا مهاراتهم الحسابية نتركزوا لدينا أربعة ديال الأعداد اللي غادي نجمعوه نتابهوا موضوع الأعداد باش تكون عندنا العملية صحيحة دائما نتركزوا الوحدات والعشرات نتركزوا العملية بشكل صحيح كيستهال علينا الحساب ديالها ممكن ترفعوا الألواح إلى سريسه تفضلوا رفعوا الألواح أمينة بالنسبة للأسية عندك واحد الخطأ في الآلاف نحن نعطي نصحوا العملية وتكتشفي خطأ ديالك وتصحي معانا نعم جيد نرى اللوحة كيف فطنا نازال ماكملتيش عملية فطنا خليد علي اللوحة علي اللوحة شوية إذا بالنسبة للخليد وضعتي واحد المبلغ كبير عندك سماع عشرين آلف وخمسمائة هذا المبلغ أصلا ما عندناش في المسألة ما نقلتيش العدد بشكل صحيح انهنا غير الفين وخمسين هاد الأصفار هاد الصفرين اللي كي نمر فاصلة كي يعنيوا ندرهم كيف ما شفنا في الحلقات الماضية كيف ما كنت كن أكد عليكم إلا ما وضعتوش العملية بشكل صحيح بطبيعة الحال النتيجة ما ديش تكون عندكم صحيحة علي اللوحة شوية أمينة جيد إذا الآن غدي نحاولو نوضعو العملية جميعا عموديا على الأل وعلى الصبورة أو على الشاشة ونصحوها وننجزوها جميعا باش اللي عندو خطأ صحيح معانا الخطأ ديالو ما هو العدد الأول الذي نوضعوه؟ ألف ومائتين وخمسين درهم نوضعوه المبلغ الأول اللي عندنا هو ألف ومائتين وخمسين درهم شنو غدي نزيتو علي خديجة؟ خمسمائة وخمسين جيد وكنتو دائما الوحدات الصفرين هاد كن قصدو بهم غي المبلغ ما داخلينش كن قصدو بهم الدرهم ما داخلينش في المبلغ اللي قريناه هو خمسمائة وخمسين كن نوضع الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات باش كان يسهل علي نجز العملية باش كل صحيح واصلي خديجة المبلغ الموالي مئة وخمسين درهم بعد نزيدو مئة وخمسين دائما الوحدات مع الوحدات الى غير ذلك وبقالنا آخر مبلغ خديجة اللي هو؟ الفين وخمسمائة درهم الفين وخمسين درهم وخمسين درهم الفين وخمسين درهم نوضعه هو الآخر في العملية وكنجزوها بطريقة اللي سبق وتدربنا عليها نشوف مع فطنة فطنة اللي تبدي في الوحدات تفضلي نجمعو الوحدات لا غير شفاوية زائد صفر تساوي زائد صفر والصفر الرابع صفر والصفر وضعنا تحت الوحدات وصليفتنا نعم نمرو العشرة خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة الثالثة خمستاش وزيدو عليها خمسة الربعة عشرين ونحتفظ بجوش وضع عشرين كلها لا ونضع صفر ونحتفظ بجوش كيفما يحتفظ بجوش جيد ونقوم بجوش زائد صفر زائد خمسة تسعود زائد واحد عشرين عشرين ونقوم بجوش ونقوم بجوش ونقوم بجوش وصليفتنا نعم أستاذة واحد زائد واحد جوج نعم ونقوم بجوش ونقوم بجوش الآلاف جيد تبارك الله عليكم إذا مجموع مشتريات فتيحة شحال ربعالاف درهم أستاذة هو ربعالاف درهم جيد ونطلب من أمينة تقررنا هذه الجملات الفضلة أمينة مجموع مشتريات رشيدة بالدرهم ربعالاف درهم ربعالاف درهم جيد إذن هنا نجزنا السؤال الأول كان نطلب مننا نساعد رشيدة على حساب المبلغ الإجمالي ديال المشتريات ديالها وكان عندنا سؤال ثاني هو كم بقي لدى رشيدة من درهم شحال بقى لرشيدة من درهم بعد مدفعات ثمن المشتريات إذن شكول يذكرني المبلغ اللي كان عند رشيدة في الأول شحال كان عندها من درهم قبل ما تشري هذه المشتريات شحال كان عندها أسية نعم أستاذة 4500 درهم جيد كان عندها مبلغ 4500 درهم صرفات منه شحال شحال مجموع المشتريات اللي شرات شحال صرفات منه أسية دائما 400 400 نطلب أننا نحسبوه شحال بقى لها إذن شنو هي العملية اللي غادي نديرو باش نعرفو المبلغ المتبقى لرشيدة قد نسوه الخاليد خاليد في نظرك شنو هي العملية اللي غادي نديرو هنا عملية ناقص جيد عملية الطرح عملية الطرح الرمز ديالها هو الرمز ناقص إذن هتوضعوا العملية على الألواح ديالكم باش نعرفو كم المبلغ المتبقي لرشيدة إذن كان عندها 4500 واتنقصت منها 4000 شحال غادي يبقى وضعوا العملية على الألواح باش ننزجوها جميع إن شاء الله على الشاشة نصحوها إذن عملية الطرح كذلك نتدربنا عليها في المستوى الأول إذن قلنا المبلغ ليه كان عند رشيدة هو 4500 ونقصوا منه 4000 كم المبلغ المتبقي لرشيدة تفضلوا ورفعوا الألواح مزيان بطنة كذلك فتحة عملية عندك صحيحة نشوفوا الوحد خديجة خديجة عندك عندك خطأ إن شاء الله تصحي معنا على الشاشة نشوفوا نرفعوا الوحدة خالد هذا السطر الذي يدير المبلغ العددين ما نوضعه في العملية كان نوضعه الأول 4500 نقص 4000 ثم نضع السطر لتحسن منه نوضعه النتيجة بالنسبة للنتيجة لديك صحيحة نشوفوا اللوحة الأمينة جيد لديك العملية صحيحة تبارك الله عليكم بالنسبة للأسية كذلك خديجة ستتبعي معنا وتصحي معنا إن شاء الله الخطأ ديالك هل نطلب من أمينة أمينة تفضلي وضعي لنا العملية ما هو العدد الأول الذي سنوضعه؟ نعم أستاذة سنضع 4500 درهم جيد 4500 درهم هو المبلغ الذي كان عند أمينة في الأول والمبلغ الذي صرفاس أو لمجموعة المشتريات لها ما حال هو؟ ناقص 400 درهم جيد ناقص 400 درهم الذي صرفاس لكي نعرفه ما حال بقى لها صافي؟ وصل أمينة نجزي العملية 0-0-0 نعم 0-0 0 جيد 5-0 5 جيد 4-0 جيد 4-4000 سيبقى لها 0 إذا نقول المبلغ الذي بقى لها رشيدة تقرأ لنا أمينة ما حال بقى لها؟ أستاذة 500 درهم 500 درهم جيد تبارك الله عليكم إذن هذا هو المبلغ المتبقي لدى رشيدة هل يضحى واللي أسية تقرأ لنا الجملة؟ المبلغ المتبقي لرشيدة هو 500 درهم هو 500 درهم وهذه نرجعه باش نشوفوا الجواب على السؤال الأول الذي كان عندنا في المسألة والسؤال الثاني كان طلبنا نحسبوا المبلغ الإجمالي ونحسبوا المبلغ المتبقي لرشيدة هتقرأوا منا فتيحة تفضلي فتيحة المبلغ الإجمالي لهذه الهدايا هو 4000 درهم نعم المبلغ المتبقي لرشيدة هو 500 درهم جيد تبارك الله عليكم إذا الآن بعدما نجزنا هذه المسألة نكونوا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم اللي كانت حلقة تقويم التعلمات باش تزيدوا تدربوا على إنجاز عمليتي الجمع والطرح كان طلبتكم أنكم تزيدوا وتخرجوا عمليات في البيوت وتنجزوا العمليات اللي عندكم في الكتاب المقرر لأنكم مازال محتاجين تدربوا أكثر على هذه العمليات إذن إخواني مشاهدين بهكذا نكونوا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أنكم تكونوا السفتوا معنا وما تنسوش ترجعوا كل ما شفنا في درس تعارفونا تآلفونا وممكن تعودوا تشاهدوا الحلقة على قناة السادسة أو على أحد الرابطين الإلكترونيين اللي غيروا معنا على الشاشة دمتم في أمان الله وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله